شاهدين يؤدي الاختناق إلى انقطاع الأكسجين عن الدماغ عندما يسد أو يسد شيء ما في الحلق أو طبعا القصبة الهوائية ما يوقف تدفق الهواء إلى الرئتين ويجب التعامل معه بسرعة وإلا قد يؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة ولإنقاذ المصاب من الاختناق ينصح الأطباء بإجراء ضغطات البطن المعروفة لمناورة هايمليك لطرد الجسم الغريب أو الطعام الذي يسد القصبة الهوائية طبعا هذه المناورة تحدث سعالا أو سعل طبعا مصطنع بدفع الحجاب الحاجز تجاه الرئتين لطرد الجسم الغريب تتم بتوجيه ضغط إلى البطن فوق منطقة السرة اتجاه الداخل وإلى أعلى ويمكن تنفيذ مناورة هايمليك بصورة فردية في حال تعرض الشخص لحادث اختناق وكان وحيدا بوضع البدن إلى ظهر كرسي أو منضضة والاتكاء عليه فوق السرة ثم اتدفع بنفسه تجاهها حتى يخرج الجسم الغريب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نور حمود نور صباح الخير صباح النور صباح النور نور يعني هذه حالات الاختناق أو مناورة هايمليك ما هي الخطوات كيف يتم العمل عليها بالمبدأ في عنا نوعين من الاختناق الاختناق الجزئي والاختناق الكلي الاختناق الجزئي هو ما بيحتاج للمناورة حتى نتدخل أو نعمل شي بس منطلب من المريض من رايحه منطمنه ومنرجع منطلب منه يظل يسعل فالسعال بساعد لحتى يطلع الجزء لمسكر القصب الهوائي من محله أما بالنسبة للجزء الكلي بهذه الحالة بدنا ندخل بدنا نعمل نعتمد هايمليك ما نوفر أو مناورة هايمليك بهذه الحالة المريض بيكون ممكن يقلب لونه أحمر بحط إضاءة على رأبته لأنا مش قادر يتنفس من علامات الاختناق من علامات الاختناق فبيكون مش قادر يتنفس بطريقة مصبوطة لا يقدر يتحرك لا قادر يتنفس وحتى مش قادر يسعل فبهذه الحالة بحط إضاءة على رأبته اللون ممكن يتغير يعني بيكون لونه مثلا أحمر ولازم نتدخل بطريقة سريعة لأنه مثل ما تفضلت قلت أول شيء إنه إذا ما تدخلنا بطريقة سريعة هذا الشيء ممكن يؤدي لانقطاع الأكسجين على الجسم أولا البعض ممكن يقول أنه هذا الشخص لا يستطيع أن يشرح موضوع العلامات ممكن يكون طفل صغير كيف نفهم كيف نتعامل مع هذه الحالة في لحظاتها إذا كان طفل صغير ما حنقدر نسمعه عن بعيد يعني ببطل يبكي ببطل يعطي أصوات ما بيقدر يسعل وحتى لونه بتغير سهولة بالمبدأ تعول الولد الصغير لأنه منعرف بالعادة الولد بيقدر مثلا يكيغي يحكي يصرق يعني يبكي ممكن يتغير لون الشفاف ويمكن يتغير لون البشرة فبيكون أول شيء مبلش بلون الأحمر لأنه عم يقفع الهوى عن المنطقة الفوقانية بعدين ينقطع مع فترة وقت لنقول مثلا ثلاث دقائق بيصير اللون أزرق فبهذه الحالة حتى الأطراف الأصابع الضفير بيصير لون أزرق حتى الشفاف بيصير لون أزرق أكتر شيء الأطراف إن كان الرجلين أو الإيدين فبهذه الطريقة ممكن نحن نقدر نعرف أنه نسبة الأكسجين بلاشت تقلب جسم الإنسان إن كان الطفل أو إن كان الأضلت الكبير فبهذه الحالة لازم نتدخل بطريقة سريعة وإذا تعدد الثلاث دقائق ممكن نقدر نشوف المريض ممكن يوقع قدامنا يغمي عليه توقف الغياب عن الوعي ممكن يغيب عن وعيه وممكن توقف عضلة القلب عن ضخ الدم فهذا الشيء بيأثر على الأعضاء تعول الجسم وبالأخص الدماغ لأنه كونه هو يوصل الأكسجين لده ما هي الخطوات التي يجب اتباعه للتدخل الفوري في مثل هذه الحالة؟ أول شيء يجب أن نطمن المريض لأنه الشخص الذي قدامنا حيال لحده لا أقول كلمة مريض سنقول شخص إنسان طبيعي فبهذه الحالة يجب أن نطمنه ويجب أن نبدأ الإسعافة الأولية فبهذه الحالة لنقول أن كان إنسان بحجم طبيعي نقدر نقرب عليه بطريقة كثير ريئة لأننا نقف بطريقة معينة من خلف الشخص فنبدأ نطبق مناورة هاملك ونقف من وراء ربما كما يشرح عليها فتوقف من وراء الرجل تبعنا لازم تكون بالنسبة إجري يعني بنحاول نفتح شوي إجري لحتى إذا فقد وعيه ما يقع ويخبط راسه على الأرض يعني يكون شوي بالوقع إذا بده يوء أعرف أدبعي بعد فترة عفوا عفوا على المقاطعة هون شفنا الطفل الصغير يعني ينصح أنا هكذا أفهم بأنه عدم وضع الأصبع داخل الفم أبدا أو بتاتا هنا شفنا يعني تابعنا أنه الأم حاولت إخراج شيء من الطفل هو يمكن لأنه طفل صغير ممكن التعامل معه بهذا أم أبدا لا يسمع حسب إذا مثلا الجسم مبين يعني قادر أنك تشوفه فيك تشيله بس إذا منه مبين بممكن يعمل اختناق كله فمنكون بحالة منسيق بنكون باختناق جزئي مننتقل للاختناق الكلي وهيك منكون عام ندهور الوضع أكتر نعود إلى الخطوات مثل ما كنت عم قولي منوقف خلف الشخص من وراء الرجل طبعنا مثل ما هي عم تعمل منصبتها لحتى إذا بده يطلع المريض لوراء أو يوقع ما يوقع على الأرض ويعور حاله منرجع منحط إيدنا مثل منعمل أبدا على رأس المعيدة ومنعزز الإيد بالإيد الثانية وبهيذ الوقت منصير نعملها من اعتمد 5-5 وهي 5-5 منعنا نعمل لجوة ولفوق خمس مرات لجوة ولفوق خمس مرات هل يجب وضع أصبع في هذه المنطقة أم لا فقط ضغطة القبضة الأصبع فينا نستعمله للأولاد الصغار كما هن صغير وحجمهن صغير ففينا نستعمل الأصبع عين ونحاول نضغط كمان لجوة قد ما فينا ولفوق هنعزبك نور ممكن إذا فيك توأ فيه يعني شوك توأ فيه وتشرح لنا أكثر نعم إيه أوكي سونا نفترض أنا مثلا بدكن أعمل على حالي ولا حيالة شخص كمان بيصير ما عرف إذا فيه إمكانية نسأل المخرج إذا فيه إمكانية لا يفضل أنك تعالي أوكي تمام فأنا وقفة بلشت أختيني بلش في التغيرات اللي شرحنا عنها قبل شوي فأنا عد حط إذا فأنا من واجبي هلأ بطلع من وراء من وراء الشخص بيجي بعمل هيك هون هاي بدي أعززه بصير أعمل هيك هيك يعني مثل ضغطات إذا أقلت ونبلش نضغط نضغط لحتى تقدر نطلع الغرض اللي على الآن بزر أو الأكل أو شي اللي يقدر نطلعه لبرة نعملها خمس مرات إذا هاي دي الطريقة اللي من قدام ما مش حالة فينا نعتمد الطريقة اللي من الخلف اللي هو بيكون ممنازم كمان منصبته شوي لقدام منصير نعمل خمس ضربات على الظهر مندلنا نعمل هيك خمس محاولات لحد ما يطلع الأبجيكت من محله الشغل من محله أو لحد ما يفقد المريض وعيه أو الشخص وعيه نور هل هذه الطريقة مثلا تصلح للحوامل ربما بها الحالة تصلح للحوامل بس بدنا نعرف وين بدنا نحط إيدنا بالزبط يعني المرأة الحامل بتعرفه بيكون البطن عندها جنيل مش مثل اكزاح مش مثل حالة إنسان طبيعي سبنا نحطها وين المنطقة هون العظمة تعولة القفص الصدري بنا نحطها من فوق وبدنا نضغط لفوق يعني منطقة أعلى من البلي طبعا هل نفس الحالة تنفع مع الناس اللي صحة يعني ممكن مقولوا ما بحبوك لما تبداني 100% هلأ بحال كان الشخص وزنه أكتر من يعني وزن زيادة من ذوي الوزن الزائد 100% فمنفضل أنه ما قادر أنت تعمله هذه الطريقة فيك تعمله على الطريقة الثانية اللي هي الظهر من وراء طيب نور هلأ بأغلب الحالات في كتير ناس طبعا لا تعلم بهذه المناورة أو يعني هذا الإجراء الوقائي ممكن يصيبون حالة من الهلع إن كان للشخص المصاب أو لنفسه مضبوط ما الذي ينصح وكيف يمكن هل هذه الخطوات التي شرحتيها الآن هي تنفع لاستخدام الشخصي يعني أنا لا سمح الله ممكن نصير معي شيء مضبوط فيني أنا نفس الخطوات أسويها على نفسي صح بس بتستعمل مثل فينا نستعمل كرسي إذا في كرسي موجودة أو على الحائط تسند حالك إذا كانت مثلا الكرسي موجودة بتصبت حالك على الكرسي وبتصير تضغط بإيدك مهم أنت في شيء عم يسند لك المعدة طبعك لحتى تقدر ما توقع وتكون عم تعمل ضغط على المعدة وعم تستعمل نفس الطريقة اللي أنا كنت عم بحكي عنها ففيك أنت كمان تعالج نفسك بهيدا الطريقة وما تخاف أهم شيء لأنه بكل الأحوال في كتير عالم حتى إذا صارت مع ولادك وتكون أنت يمكن بتعرف الطريقة بس التوتر بخاف بيخاف بيعتلهم فبيبطل قادر يعرف كيف بده يتصرف فبهيك حالة لازم أهم شيء روّق الشخص كل شيء له حال وإذا حسينا أنه صار في فقدان وعي منبلش بالإنعاش القلب الرئوي لا سمح الله إذا وصلنا بهيدا الحالة ومنندق لا تسعة 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 لحتى نطلب التدخل السريع هاي بحال فقدان الوعي إذا ما طلع الغرض مما كانه كما ذكرت أهم شيء الهدوء وتنفيذ هذه القطوات لأنه ممكن أن تنقذ حياة أكيد شخص شكرا جزيلا لك الممرضة نور حمود على هذه المشاركة شرح طبعا تعبناك اليوم لا ولا بلجم شكرا جزيلا لك